صباح لخير يا سيد الرجال رأيتك وسترقيتك ومن عين الحسودين حصانتك وحميتك يجعلك في كل خطوة سلامة والعدوينك ألف ندامة يا مختار يا ابن كوسر قدر يا كريم أغلص بقى يا سماحة البتاع ده واجعل السلم حالك! هطفي حالة يا حبيب يا الله حبيبت جاهزي الحمام بي عشان أنا لحق فرح أختي كان نفسي يكون معاك في ليلة زيدي واتبهى بيك وسط الناس من علش يا سماحة أنا عارف إن جوازنا محكم عليه يفضل في السر لحد ما لايه يعني طريقة قدمك بيع الأهلي عارفة عارفة إن وجود أبويا في السجن حرجك ومؤثر رقابتك أنا مالي بابوكي أنا لايه فيك أنت يا قط يا أبو أجدع وأحلى بنت يا ست البنات ربنا يجبر بخاطرك كزي ما أنت دايماً بجابر بخاطري طب ما تجبري بخاطري بقى وتروح تجهزي الحمام وتلايفين من عناي غالي والطلب رخيف حالة ما هيكون الحمام جايب تعيش يا سموح ده الجواز اللي على حق بصحيح يا هنية هنية راح تفيني الست دي يا هنية أهلاً 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 إزاك يا أمر؟ إزاك يا حبيبتي ما حشتيني أهلاً؟ إزاك يا راح تيت أنت فين؟ وحشتيني قوي إزاك يا هودا ما فين أشرف؟ أكدع سلام على طول السلام لأكدع أم عروسة في الدنيا وأكدع سلام لأجمل وأكدع زابط في الدنيا شايفت موسيقى يندس أستنى ما نشوف طانت هتأخذ بلها ألا لأ أخذ بالي من ايه؟ يعني ما 해� fridge من الرجأة إيه خلاف هيا يا مهما شويه ركزي شويه وأركوك أصغر رايد في سجون مصر كلها ألف 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 مبروك يا ربي بالماشوفك لا وأده ضدية دي كلها الله يبارك فيك يا ماما في حياتك إن شاء الله قوليلي فين العروسة؟ بتجاهز نفسها عشان كوافرة على وصول دلوقت عمر ايه رأيك؟ نطلع نشوف طنطنورة بتعمل ايه؟ استني يا ماما تيتا فين رز اللبن بتاعي؟ حالا يا حبيب قلبي يكون عندك يا عناية انت تؤمر انت يا جدع مش هتبطل فجح اصبر شوية ناخد نفسنا وبعدين هنأكل رز بلبن ما تقلقش ايه يا قشف سيبه بالهنة والشيفة يا اخي متخلينيش وقلبيتي تيل انت كانت الروز اللبن بتاعي ايه 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 حتى تعرف تتكلف يلا یالا يا عمر نطلع ايشوف نورة يلا كده كده برضو يا قشف مش هتبطل الحركات بتاع تك دي تاكل الرز بتاع عمر يا ماما كانوا الاحد ايه اماما انت تصدقيا برضو الوقت الفضحي لان يا مرحب يا مرحب السياد الرائي اللي مشرفنا ورافع راس عيلة ليل في السماء دايما عيلة ليل مرفوحة باسمك دايما الحاج انت عرفت امتى يا حاج؟ ده انا لسه عارفة حالاً لا معلش بقى انا جالي الخبر الطازة بالتليفون من سيادة الرائد شخصياً بس انا جيتلك برضو يا ماما وقلت عملها لك مفاجأة واقولك ربنا خليك لي يا حبيبي يعلي مراد بك كمان وكمان اه بعد ما هو طول عمرك ابنك اللي بتربي في حاجرك جالك بنفسه عملها لك مفاجأة انما انا حيالله كلمني في التليفون ما يا حاج ما تاخدنيش في دوكا ما انت برضو عرفت الاول وبعدين ده الحساب تاني ماشي احسن براحتك هي يا دوب حتة عربية صغيرة موديل السنة بقى ده العربية اللي كحكاحت دي بس كده غالي والطرق بنخيص عناية اللي اتنين اختاري العربية اللي اتنسبك وانا رقبتي سداني عندنا كم عشق يا غير ربنا ما احلمنا منك يا حاج تسلم اديك يا حاج يا حلوة يا مقطقطن تي يكرم اصلك يا حاج احنا خلاص بقى كيبننا على الحاجات دي وبقينا جدود يا راجل فاشر ايه واع اسمعك تقولي كلام زي ايه دي قبل طب ايه راي بقى احنا بعد ما نجاوز البيت ونتطمل عليها هاخدك وزافر شهر عسن في اوروبا نبسا شوفك بتكلم انجليز يا حاج ايه اتكلم انجليزي وأوروبا مرأة واحدة لا يا اخويا انا كفاية علي العمرة بتاعت كل سنة دي عندي بالدنيا كلها انا حاج عوز ابساطك ربنا يخليك انا انبساطي كله انك انت تبقى سعيد ومبسوط ربنا يخلك لينا يا رب يخلك لي يا حاجة حبيبتي يا امر بقولك ما تكني تأخر شو عن الفرح اشتركوا في القناة